مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم اليوم الظاهرة كما عودناكم كل يوم موضوع جديد وضيف جديد موضوعنا لنهار اليوم موضوع قليل التداول في البلدان العربية عامة وفي الجزائر خاصة الموضوع هو التعميم العلمية هذه العبارة التي يجهل محتوىها الكثير من الناس ولإثراء النقاش أسعد باستطافة الكاتب عماد دين زنف مرحبا بك عماد شكرا رياض مرحبا بكم جميعا وشكرا على الدعوة مرحبا رونك كما أرحب أيضا بزميلتنا الصحفية رونة أهلا بك زميلة رياض رحب بك الأستاذ عماد الدين وأكيد رحب بالمشاهد الكريم شكرا عماد نبدأ بك هذا الموضوع القليل التداول ولي الكثير من الناس ما يعرفش المحتوى وش هاب يقول ممكن توضحنا أو كبداية وشنه هو التعميم العلمي طبعا الحمد لله بداية التعميم العلمي هو تبسيط العلوم وهذا المستحل هذا معروف جدا عند الغرب عند الأمريكيين عند الكنديين عند الفرنسيين عند العالم الغربي تقريبا تعميم العلوم أو تبسيط العلوم أو تيسير العلوم هو جعل المادة الصلبة التي يعرفها المختصون سهلة عند عموم الناس هذا تعريف بشكل نعم نعم رونق وشنه هو السبب اللي خلى الكثير من الكتاب في الغرب يكتبوا على هذا الموضوع لكن في الجزائر وفي البلدان العربية بصفة عامة رهل نقص نوعا ما يعني لما نحكي على التعميم العلمي بصفة خاصة في الجزائر أو مقارنة بالدول الأخرى الأوروبية فتعميم العلمي يدرس في المدارس بالنسبة للجزائريين يعني بصفة قليلة مقارنة بالدول الأوروبية فهو يعني يتعاملون به في حياتهم اليومية لذلك فهذا التعميم العلمي هو عبارة عن مجموعة من الأفكار أو نقل مجموعة من الأفكار المبهمة والمعقدة من طرف مختصين وباحثين وتبسيطها بطريقة ما وبطريقة لكي يفهمها يعني الناس البسطة عمد هذا التعميم العلمي هو بحد ذاته وهو عبارة عن فكرة وشنه هو اللي خلى هذه الفكرات تخرج تطفو للسطح مؤخرا نعم وانت كنت من الكتاب اللي تكلموا في هذا الشيء تماما تماما التعميم العلمي كما قلت هو معروف في الغرب وكانت الحاجة لهذا الأمر كانت حاجة طبيعية يعني إرادة العلم أو يعني الشغف للمعرفة معروفة لبعض وقعت يعني حدثت النهضة الأوروبية النهضة الأوروبية لم تحدث إلا بالتعميم العلمي مثلا نبدوها بالعلم الدينية التي يعني أصبحت متوفرة عند الشعوب الأوروبية بمساهمة البروتستانت هذا بين قوسين ثم بدأ يعني يتجرأ بين قوسين العلماء مثل غاليلي وغيرهم ببسط الفكرة الأفكار تحمل الفلكية المخالفة لما كانوا يعتقدونه لعامة الناس وهذا الذي يعني استنكره في البداية الذين كانوا يحتكرون العلم استنكروا هذا الأمر لماذا تقولون للناس بأن الأرض كراوية لماذا تقولون هذه الأمور للناس لأنهم لا يريدون أن يعم العلم فإذا عم العلم عند الناس وعمة الثقافة عند الناس يصبح هذا خطر على أصحاب النفوذ أصحاب النفوذ نعم تماما إذن هذه هي الفكرة التي حثت على التعميم العلمي يعني بالنسبة لهم التعميم العلمي حاجة واجبة مثلاً نحن المؤسف أنه لنقرؤها الأمور ونقرؤها في الجامعات لقاءها تقافة عامة عند الأورطين هم يقرؤون لدينا فرق بيناتنا في التعليم ربما أيضاً لو نرجع لترتيب الجامعات نصيبه بأن الجامعة الجزائرية بعيدة نوعاً متأخرة ربما حتى العربية طبعاً هناك بعض الجامعات العربية المصنفة نظن أنه من في الجزائر عندنا جامعة وجامعتين مصنفة ولكن يعني ترتيب ولكن أموماً نحن رأنا الجزائر رأى بلد شاسع رأى بحاجة مقرر كان من المفترض أن تكون أكثر من جامعة أو اثنين يعني يا حب ذارياض لو تعطينا مثال بسيط بما أنه دخلنا في موضوع التعميم العلمي لكي يفهم المشاهد أكثر يعني مثال بسيط ومتداول كيف يفهم المشاهد طبعاً مثلاً مثلاً باش نحببوا الرياضيات نعرفوا باللي مثلاً أنه تلاميذ تواعنا ولا حتى أنا شخصياً ولا عامة الناس يخافوا من الرياضيات قبل ما نوصلوا للفلسفة قبل ما نوصلوا لهذه التفاصيل يخافوا من الرياضيات وهذا الخوف هدايا يعني المبدأ في اللاوعية تحهم يخليهم ما يتفوقوا شفيا يعني بالنسبة لنا أمر عادي تدي تحت المعدل في الرياضيات وهذا الأمر لأنه الرياضيات صعبة مثلاً عندنا هذا الفكرة تربط عنده فكرة بأنه الرياضيات صعبة سيكون طبيعي لو أنك لم تحصل على نقاط جيدة ماذا عامل نفسي يلعب على نفسية هذا الشخص الذي سيتعلم الرياضيات؟ تماماً ماذا حدث؟ لو كان نقرأه في الرياضيات لماذا عندها علاقة بالفلسفة؟ ريني ديكارد هو فيلسوف معروف بالفلسفة ولكنه كان ثاني كده الرياضيات عندما أسس للأس الأس هدية لكي يختصر الطريق على نفسه بالكتابة هناك نعرف بالأس وهو مساعدة يعني التبسيط للرياضيات مثلاً المعادلات المعادلات هي تبسيط للرياضيات وليس تعقيداً لها من الذي فعل ذلك؟ فعل ذلك الرياضيون المختصون هم اللي يزادوا بسطوها إذن هذا النوع من التعميم والتبسيط للشعور بيسهل الرياضيات نحن لازم نعرفه بالرياضيات هدية لكي تسهلنا للحياة وهذه الأمور هدية كيفاش نطالقت؟ نطالقت ب يعني كانت كتلة معقدة ثم تفككت نحن كي نعرفه هذه الأمور هدية يخف هذا الضغط علينا على المفهومة الرياضيات تماماً مثل الفيزياء تماماً مثل العلم الأخرى يعني تمام مثل الفلسفة أيضاً خرجة فلسفة محددة ورح أكيد رح تساعدنا في حياتنا اليومية ورح نتفوق حتى تخلق نوع من التفوق ونوع من التسهيل في مختلف المجالات أولاً نحن رهبة ونحن كنا نستعملها نحن أيضاً في القديم عبر وسائل بسيطة مثل الخشيبات والقريسات من أجل الفهم أكثر لهذه المادة تماماً ونكمل في الرياضيات الآن البلد المعروف في الرياضيات رقم واحد وسنكبور طريقة سنكبورة في الرياضيات هي الرقم واحد في العالم لماذا؟ لأنها بسطت الرياضيات بشكل كبير جداً يعني الرياضيات عندهم ليس أمراً خيالياً مثل ما نحن نعملها غير الحساب هم لا لكل مادي وعندما التلميذ أيضاً يشوف بأقرانه كامل ومتفوقين في الرياضيات نعم أيضاً يكثون عندهم فكرة بل هذه الرياضيات ليس صعبة تماماً وفي نفس المواد الأخرى وفي نفس كثير من أمور الحياة وهذه داخلة في التعميم العلمي يعني التعميم العلمي هو السبب الذي يؤدي إلى بساطة مثل هذه الأمور المعقدة نعم دعونا نكمل الفكرة على سنكبورة هذه الأمور المعقدة أثرت أنهم يجبوا فكرة جديدة للرياضيات لكي يبسطوها للتلاميذ ويجبوا لهم أشكال وكما كنا نقول خشيبات ولكن أمور أكثر تطوراً ولكن الرياضيات أمر ممتع لهذا يقول الدكتور إدريس أبركان وهو فرنسي من أصول الجزائرية يقول بأن أي شيء تربطها بالمتعة تربطها باللاعب تربطها بالمارح ستكون مليحة وسيستقبلها الناس مثلاً أنا كي نكتب كتاب مثل هذا الشافق في عيون المفتامي من العلمي سيكون في أمتلة ممتعة يقراوها ويعرفوا علش الرياضيات ماشي صعبة علش الفلسفة ماشي صعبة علش الفيزياء ماشي صعبة إنما الصعب هو هذيك التشبت بالفكرة تع أنها صعبة لازم نخرجوا من هذا القيدة المصطلح كما يقول نيتش المصطلح سلطة إذا يعني كررت نفس المصطلح سيشكل عليك سلطة تماماً تدقيد بذلك المصطلح أنت لازم المصطلح تنحيه من رأسك ولكن لازم تقوم بخطوات القراءة لازم تقوم بخطوات القراءة مثل هذه الكتب تجدونها بكثرة عند الفرنسيين عيمد عندك بعض الأمثلة في الكتاب ربما ممكن تحكينا عليهم اللي استنججت بهم هذه الأمثلة لتبسط بعض الأمور نعم مثلاً حكيت على بيت الحكمة لماذا كان هناك بيت الحكمة عند العرب في وقت المأمون لأن أول شيء فهمه العرب والمسلمون بأنهم باش تطور في العلم و باش تتقدم لازم تجيب من الناس اللي سبقوك في العلم أكيد ما رحش تنطلق من نقطة السفر تماماً أول شيء حدث هو الترجمة الترجمة ترجمة العلوم الهندوسية ترجمة اليونانية يعني كتب أجنبية نعم ثم تتتلمت تبدأ من البداية لا تبدأ من الآخر لا تبدأ من النهاية تبدأ من البداية تتتلمت ثم تتطور ثم شفتوا الحضارة الإسلامية تتطورتهم هم اللي جابوا للخوارزمية وجابوا عدة أمور الخاصة بنا إنها طريق العلم طويلة وتتبلور حتى تصبح عندك مجموعة من الأفكار لتقدر أن تتولي أهل باش تزيد تبني إليها تماماً ماذا حدث عندما ترجمت تلك الكتب لم تبقى محصورة عند العلماء الكبار بل أسسوا فيها وكتبوا فيها بلغة العرب لكي يفهمها العرب لأنه اللي يفهم اللاتينية واللي يفهم اليونانية كان قادر يخليها بذلك اللغة هذه ويبقى مستحود على هذا العلم ولكن هو ترجم ذلك العلم وأضاف فيه ووزعه على الشعوب وحتى كانت الأندلس منارة لكل دول لكل شعوب أوروبا عادي جداً هذا هو التعميم العلمي يعني نوزع العلم لكي ننهض بالأمة وليس فقط نحتكره نعم يعني الوقت هذا كانت معروفة الحقبة هذه بالترجمة ترجمة نقدر أن نعتبرها نوع من أنواع التعميم العلمي نعم ترجمة هي رقم واحد في التعميم العلمي هذا الكتاب الذي كتبته الشفق في عيون البوم اعتمد فيه على عدة مصادر أجنبية بعض المصادر العربية فقط للأسف شديد لماذا؟ لأن المصادر العربية صعب أن تبلغ لها ليس سهلا أما المصادر الأجنبية فستجد عدة أمور يعني لماذا قلت لكم؟ فيها تسهيلات مش تدخل المواقع انتهم عكس المواقع العربية مع مرب الإعلانات الموقع تدخل إعلانات روابط تدخل في رابط حتى تنسى الفكرة التاعك الأساسية اللي كنت تبحث عليها وأيضا عندهم عدة قنوات عدة قنوات فيها ملايين المشتركين يهضروا على العلم الفالك يهضروا على الرياضيات والفيزياء وتحلالك بطريقة ممتعة بصورك تماما إذا أنت تأخذ من عندهم المصادر وليس فقط تلك الكلمات تتحقق من مصادرهم ثم تترجم ثم تحاول أن تبسطها لناسك اللي تعرفون من شعبك تكتبها باللغة التاعك تكتبها بطريقة السهلة وهذا هو الأساس للتعميم العلم لأن أساس الفكرة هو أن نعم هذه المعلومة لكافة الناس هذا هو المطلوب أستاذ عماد لو نسقط هذه العبارة على المجتمع الجزائري مثلا في الحكم لن نقول التعميم العلمي ولكن التعميم المعلومات في نقل معلومة ما والحكم عليها كيف يصبح هنا نقل المعلومة؟ النقل المعلومة أولا التعميم العلمي عنده شروط شروط التعميم العلمي أنه الذي يعمم هو مترجم في الأساس يعني يكون متحكم في أكثر من اللغة هذه رقم واحد اثنين يكون عنده دراية بما يتفوه به أو يكتبوه يعني يكون لبيض التعميم العلمي يكون رح يمد معلومات الناس الدخولين والمعلومات تثير رح تتمد من واحد الواحد خاصة إذا كانت المعلومة خاطئة سيصير هناك مشاكل أخرى يعني لم تكن المعلومات صحيحة هنا هذه هي المشكلة كذلك ترجمات قبل ما ندخلوا التعميم العلمي هناك ترجمات خاطئة لأنه كالناس مهمش أهل الترجمة لأنه الترجمة ما رح تكون ترجمة حرفية ستكون ترجمة أفكار والناس كالناس مختصين في الترجمة يعني مش من هبه وده يستطيع أن يترجم كتاب أو معنى عادك يا ترجمة التعميم العلمي يعني العلوم الفلسفة والفيزيئة الفلسفة قبل أن تترجمها يجب أن تتشبع بها أنت أن تفهمها أنت إذا ترجمت شيء أنت لا تعرفه لم تفقهه جيدا فكيف تترجمه هناك ترجمات سيئة للأسف وهذا هو الدارج عندنا في الجزائر تخرجك أصلا عن الموضوع لأننا نحكو فيه مثلا فريدريك نيتش يظن البعض أنه يفكر هكذا بسبب سوء الترجمة ولو تعود للترجمة الحقيقية الفرنسية والإنجليزية تجد أن الفيلسوف يفكر بطريقة أخرى تماما يعني كيف ماذا تنتظر من مترجم يترجم لك أمرا خاطئا كيف ستعم هذه الفكرة عند المثقفين قبل أن نقول عند عموم الشاب عند المثقفين عندهم فكرة خاطئة على فيلسوف لذلك يجب أن يتصدر لهذا الأمر واحد شخص أو مفكر عنده علم باللغات وعنده علم بالشيء الذي يسمع فيه يعني يكون يحبه لذلك الأمر حساس بعض الشيء والأمر متعب لذلك ليس معروف عندنا في الجزائر أمر متعب لأنك تأخذ المعلومة ثم تترجمها ثم تبسطها ثم تحاول أن تصنع تلك المعلومة بطريقة يفهمها الجزائري يعني جارك ومشي ليس شيء مباشر مشي حاجة للترجمة لربما رملك بعض الناس يشوفوا بأن الترجمة يشوفوا أو أقرأ نص أو كتاب نعم لما الترجمة تفوت من هذه المراحل كين أحيانا أن يدخلوا جانب العاطفة في إيصال تلك المعلومات أو في إيصال هذا المفهوم بحد ذاته سبق وين أن صرات هذه حيمت؟ تماماً تتعرف بعض الحالات هكذا مثلاً؟ مقدم أو صادفاتك بعض الحالات لأنه ربما لترجم الكتاب رفقة برك قناعها تاعة شخصية أو مبادئ أو اتجاهاته نعم يقال في ترجمة هكذا تكلمها زرادشت عند فليكس فارس يقال بأنه لم يستطع أن يترجمه حرفياً لضغوطات يقال لست متأكد من هذه المعلومات ولكن ترجمة ليست جيدة مثل ترجمة علي مصباح مثلاً التي كانت ترجمة صحيحة وحرفية لما قاله فريدي ريك نيج يعني يدخل فيها الأمور ربما سياسية أو ربما حسب المجتمع وحسب الضغوطات التي يعيش فيها تأثر كثيراً جداً على الترجمة لازم تكون ترجمة حرة أو لا تترجم هذا الأمر يؤثر كثيراً وخاصة تكلمنا على الحياد الذي لا يكون محايد لا تأخذ منه المعلومة لماذا؟ تكلمت في القناة التي في اليوتيوب على درس حول التاريخ كعلم والرواية التاريخية التاريخ كعلم يسحق مراجع يسحق مصادر حقيقية يسحق أنك تتأكد بعد ما تقرأه من المؤرخ تتأكد بعده لكن الرواية التاريخية يتكلف فيها المؤلف وهذا يعني ليس عيباً ولكن أن تأخذها مصدراً علمياً خطأ يتكلف لأنه يضيف أمور يملأ فجاوات يملأ فراغات من مخيلته هذا ما عليش للمتعة الروائية ولكن كمصدر لا لا تقدر تحتمدها كمصدر لكي تأخذ المصدر يجب دائماً أن تأخذ من العلم علم التاريخ في التاريخ مثلاً في الفلسفة كذلك لا يترجم لك إلا من يحسن اللغة ويحسن تلك الفلسفة أما الترجمة الحرفية تقدر تعتمد على جوبل يترجمها لك حرفياً طبعاً لأن الكتب التاريخية دائماً ما تعتمد على هذه العواطف أو الاتجاه الذي يتخذه ذلك الكاتب في كتابة أو تأليف كتابه ربما تلك الناعة من الترجمة هي اللي خلت الناس تعتقد بأن الترجمة ليس صعبة أو لا؟ صحيح يعني تميع عدة أمور ليس فقط ترجمة حتى في الرواية بشكل عام حتى بعض الأجناس الأدبية التي كانت صعبة تميعت وأصبحنا ننظر إليها بعين السهولة وهي صعبة في الأساس ومن ضمن هذا هي الترجمة والترجمة هي الأساس إذا أردنا أن نبدأ في وطننا في الجزائر يعني قبل أن أتكلم عن العالم العربي والإسلامي إذا أردنا أن ننطلق في العلوم يجب أن نترجمها بكثافة العلوم الحالية يجب أن نعمم العلم العلوم جميعاً يعني أن نشجع الشباب يفتحوا قنوات في اليوتيوب يفتحوا مدونات يفتحوا ويتكلموا عن الأمور اللي يعرفوها مثلاً كأن واحد متخصص في الفيزياء يبسط لنا الفيزياء مثلاً أنا نحب الفلسفة نبسط لك الفلسفة إلى درجة ونتفهمها كما أن نتحاور معها نعم ولو أنت بسط الفلسفة ورونك بسطت الفيزياء وكل واحد بسط المادة اللي يعرفها راح تكون يعني في وسط المجتمع التانى نكون نعرفه بزاف سوالة ونكونوا ملمين بهم وهذه الأشياء ما كناش نعرفوهم تمامًا تصبح كلماتنا يعني الدرجة التاعنا تصبح مرموقة تصبح أنا ثقافة وليس بأعرف خاطئة أو عندنا قبيليات يعني عندنا بعض الحكمة ونبعض الأقوال خاطئة علمياً تولي عندنا بعض الأمور صحوها علمياً صحوها في الدين تعالى نصحوها لماذا؟ لأنه بسط العلم توزع العلم على ذلك المجتمع إذا كان المجتمع هذا منطوي ولا يريد العلم بل يريد أن يقرأ مثلاً فقط الأمور العاطفية والأمور التي تستقطب مشاعره فقط لن يتطور لازم نديره مثل الحضارات التي تطورت حتى نحن كنا هكذاك وحك الوقت وصرنا إنحدار لكي نستعملون نفس الأسلوغ نعم كنا في وحد الوقت يعني هذاك العصر عرف أزهاء فتراته كأنه عصر الترجمة نعم ولكن الآن شفنا مؤخراً أنه في هذا الجيل اللي راح طالع فيه كثير من الكتاب والناس اللي تتحوز تكتب وناس اللي تتعلم الكتابة ولكن لماذا نشوفو الناس تتحوز الترجمة رغم أنه هذه الفترة ولما نحن نحيوها من كتب أخرى وحضارة أخرى نحن نطور حضارتنا ومعرفتنا أكثر أظن من هذا الجانب لما صار جميع الروائيين أو الكتاب فقط من أجل يعني أصبحوا يريدون أن يكتبوا كتاباً أو يؤلفوا كتاباً فقط من أجل الإسم يعني لا أكثر يعني لا يبحثون ولا يتعبون كثيراً على ذلك الكتاب أو على تلك المعلومة التي يوضفها إلى الكتاب فقط من أجل الإسم من أجل أنه كاتب أو مؤلف صحيح صحيح كأن هذه الأمور هنا تدخل فيها نقص الإرادة هناك إرادة شخصية هناك انتصار للذات انتصار لذات الكاتب وهناك انتصار لأمة الكاتب إذا كان الكاتب ينتصر لأمته أو شعبه فهذا مفكر فهذا مشروع مفكر وليس كاتب أما إذا كان ينتصر لذاته فقط لكي يقال أنه كاتب مميز روائي مميز يستطيع ولكن لن يفيد أحداً إلا نفسه يعني شهرته لن تفيد أحد إلا نفسه فقط لو طبقنا هذا المفهوم على الواقع في المجتمع الجزائري وهو مفهوم التعميم العلمي ما هي يعني كيف يتم تطبقه يعني ما هي رسالتك للمجتمع الجزائري بصفة عامة كيف يتم تطبيقه على أرض الواقع وأيضاً من الناحية الدينية كما نعرف احنا بأن زكاة العلم تبليغه هذه نوعها من زكاة العلم تماماً تماماً يعني هذه الدوام الدين تعنا اللي يعرف حاجة يبلغها ومسؤول عليها يبلغ ومسؤولية المثقف أكثر من مسؤولية الإنسان اللي ما يعرفش لأنك مثقف لازمك توصل للرسالة اللي رأى عندك وتوصل لأن العلم رسالة وتصبر عليها وتصبر عليها أكيد لأنه أنا مثلاً في قدوتنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح تصبر على الرسالة نعم نعم لأنه أنا مثلاً بديت في ميولي منذ البداية الفلسفة وأنا أعرف أن الفلسفة لا تستقطب الجواب بل تستقطب فئة قليلة ولكني لم أتخلى عن ذلك ولكن الفئة التي تستقطبها جي لها عن حب عن قناعة لأنه يشعر فيك أنك تحب شكلها وهذا يشكل فرق كبير جداً هناك من يحب ما يفعله فلن يتخلى عنه ويبدع فيه ويبدع في تسهيله وتبليغي يقول إنشتاين مثلاً أنك إذا ما قدرش تبصت فكرة لطفل في عمره ست سنوات أهنا ما يفهم الفكرة أنتها هذه الحكمة من التعميم العلمي الحكمة من التعميم العلمي أنك أراك مشبع بذلك العلم لدرجة أنك تستطيع أن تفسيره لطفل في ست سنوات ولو حدث وأن عممت بطريقة خاطئة مش رح تكون العواقب بها هنا تصدر للعلم إنسان مشي كفء هنا للأسف شديد دخلت تانيك في تميع الأذب للأسف شديد يعني بش تكتب في التعميم العلمي ولا تكتب في تيسير العلم ولا تكتب في العلم البحث مثلا تكتب في علم التاريخ يجب أن تتعلم التاريخ لازم تكون عندك شهادة فيه لازم تكون عندك لازم يتعقبك يكون أكثر منك كفاء نعم يراقبك ولا تضع المراجع مثلا في كتابي وضعت المراجع يروح للمراجع ما يتكلش على الكريم ويتأكد تماما أنا كتبت لك شيء وكتبت لك المرجع تاوي إذا عدت للمرجع قلقت بأن ما كتبته يخالف المرجع أو لم تفهم بهذا الشيء أنت مطالب أنك تستفسر مني أو تقول لي غلط صححة يعني أنت في كتابك خرجت من الخاص إلى العام يعني تماما ذهبت إلى الخاص المعقد وبسطته بطريقة عامة نعم هذا ما قمت به نعم هذا ما قمت به والفكرة على الكتاب هو كتاب شيء في الأمثلة وكتاب شيء في تقريب المعاني ولكن الأهم شيء هو أن نستفز فضول القارئ أو المتقف أو اللي يحب يكون مفكر أو اللي يحب يكون قارئ نستفزك نعطيك إشارة بأنه يجب أن تعرف هذه الأمور يجب أن تعرف تبدأها من آلف و باء وربما لو عاد لك ويشوف بأن هذه الأمورات طرحها بعيدة اللي هم يعرفها سيكون عنده الفوضول باش يحاول كما أسبق و قلت أنك تستفزوا يحاول أكثر فأكثر تماما على فكرة هذيك ربما يحاول على أفكار أخرى اللي أنت ما زال ما طرحتهاش باش لما تطرحها يكون أذرى بها تماما كان يدخلوا للقناة التعليف في اليوتيوب يقولوا أتحدثنا على هذا الأمر لو كان غير تتحدثنا على هذا الأمر هذا هو أدية مهمتي لأننا ما نجيش نقول أنا لست بموسوعة ما حسنا نجاوب لك على كل الأسئلة والفخ الذي يقع فيه المفكر هو أنه يجيب على كل الأسئلة الذي يجيب على كل الأسئلة هو الجاهل لأن الجاهل يظن بأنه يعرف كل شيء تماما المفكر لا يجب أن يقع في فخ أنه يجاوب على كل شيء بل أحثك على أن تبحث أنا مهمتي أقول لك هذه الطريقة هذه المنهجية مثلا في باب الفكر في الكتاب هذه المنهجية كيف تأخذ المعلومة كيف تستعمل المصادر البقية عليك كنت قد رويت أستاذ عماد كنت قد رويت لي حكاية قبل قليل عن أحد في المدارس في كيفية التعامل مع الأستاذ والطالب نعم هل يمكن أن تعيد؟ نظن سمعت عندي فترة أن أستاذ رياضيات قال للطلبة بأن تحلوا هذا التمرين مستحيل قال هذا الطلبة خلاص اقتنعوا ولكن كان طالب في آخر صف نائم ولم يسمع كلمة مستحيل هذه أنه تنحل في المرة الجاية وهذه نقطة التحول هذه نقطة التحول كلمة مستحيل لم يسمحها فقط حلها لوجب لماذا؟ عرف بأنه كان نائما ولم يسمع كلمة مستحيل وهذه النقطات خلينا نفكر في أمور أبعد من ذلك نعم هناك أطراف هناك بعض الأطراف رأس مالهم أو هدفهم في الحياة أنهم يستحوذوا على الأمر الذي يقومون به مثلاً يعرف يكتب ما يعلمش الكتابة مثلاً يعرف الرياضية ما يعلمش يحب يعرف غيره يحتكر المعلومة يحتكر ذلك لماذا؟ لكي يعود إليه الناس دائماً تقعدوا دائماً لجميع الناس عماد شكراً 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 جزيلاً على هذا الكم الهائل من المعلومات القيمة لمدتنا بها وإن شاء الله الجمهور الكريم يكون خضاء فكرة على تعميم العلمي ويساهموا فيها مننا القدام إن شاء الله عماد كلمة أخيرة؟ بارك الله وفيك شكراً لكم على الدعوة ويعطيكم الصحة ومتمنى التوفيق للجميع شكراً رونك شكراً لك أستاذ عماد حب ذلك لو كان هذا نقاش مطول أكثر شكراً لك رياض للأسف الحديث كان شيق ولكن الوقت تضيق مشاهدان الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم إلى أن نلتقي في عدد الغد إن شاء الله سلام